تخيل أنك مسافر على متن تايتانيك ولكن مهلاً لماذا ستتخيل؟ اليوم أنت بالفعل أحد مسافر تايتانيك والأفضل من ذلك حتى مسافر على متن تايتانيك في RPG أي أنك ستكون في لعبة فيديو لتقمص الأدوار حسناً هل ستتمكن من الهروب وإنقاذ حياتك أو أنك ستلقى نفس مصير الآخرين حياتك رهن يدهيك أولاً لنختر الشخصية هياً ليس هذا حسناً ها أنت ذا لنبدأ الآن تنام بهدوء في مقصورتك على متن سفينة تايتانيك وفجأة تسمع اوه استضمت السفينة بشيء ما ماذا ستفعل؟ ستظل وتنتظر في غرفتك أم ستخرج لاستطلاع الوضع؟ قرر الآن لا يمكنك الوقوف مكتوف اليدين بينما هناك أشخاص في حاجة للمساعدة تذهب داخل السفينة وتبدأ في طرق جميع أبواب الحجرات وتنبه المسافرين الذين لا يزالون بالداخل تجري بأقصى سرعة وتنسى الوقت وهذا خطأ فادح تشعر باستضام عنيف آخر كما لو أن السفينة اصطدمت بشيء آخر مجدداً وتسقط من شدة الصدمة ها هنا إليك شيئاً ليساعدك على الوقوف على قدميك مجدداً قد لا يزال هناك أمل في النجاة تركض في اتجاه سطح السفينة ولكن يرميك اصطدام عنيف آخر أرضاً مجدداً وتتميل الأرضية تحت قدميك تحاول الإمساك بشيء لا ولكن بشيء سيخي بالغرض تسمع صراخاً في الخارج ويتدفق الماء داخل السفينة بعد التأكد من سلامة قارب النجاة تهرع إلى الجانب الآخر من التايتانيك تختار المسار الأطول ولكنه الأكثر أماناً وهو على طول المحيط الخارجي للسفينة عبر أنفها ولكن ضربة أخرى تهز السفينة بالكامل وتبدأ الأرضية تتلاشى من تحت قدميك تحاول الاحتفاظ بتوازنك ولكن أنف السفينة حيث تقف ينفصل فجأة عن السفينة ويسقط في الماء وكل ما رأيته قبل أن يخيم الظلام الدامس مجرد موجة عملاقة تتجه صوبك تصل إلى سطح السفينة حيث تجد حشداً من الناس المدعورين وفي مكان ما تعزف الفرقة الموسيقية للسفينة على آلاتهم يحاول الطاقم تهديئة الجميع ولكن تبدو عليهم علامات الدعر والضياعهم أيضاً ومن ثم يعطي أحد ما إشارة ويبدأ الطاقم بفك حبال قوارب النجاة ولكن الأوامر واضحة سيركب الأطفال والنساء أولاً تعود إلى المقصورة وتنتظر كما طلبوا منك وسرعان ما يترك أحد أفراد الطاقم باب حجرتك ويخبرك بأن سفينة تغرق ويرجى من جميع المسافرين الصعود إلى سطح السفينة وانتظار تعليمات إضافية هل تثق بهم أم لا حسناً ففي النهاية لست من النوع الذي يثق في الناس بسهولة صحيح؟ تظل في سريرك وتغطي نفسك بالبطانية على أمل أن تحل المشكلة بنفسها لسوء الحاض لن يحدث ذلك وسرعان ما تشعر باستضام عنيف كما لو أن السفينة استضمت بشيء ما مجدداً ومن ثم في بضع دقائق يتبعه استضام آخر وبعد بضع دقائق أخرى ترى مستوى المياه يرتفع خارج نافذتك وتتدفق داخل حجرتك تنظر حولك وتقفز داخل القارب بينما يتأرجح للنزول في الماء لا ألومك حياتك ثمينة كأي شخص آخر ولكن ليس الجميع يشاطرونك هذا الشعور وترمكك بعض النظرات الحانقة من حولك ولكن لا يمكنك العودة إلى هناك حتى إن كنت تود ذلك فالقارب يطفو فوق الماء ويعج بالعديد من الأطفال والنساء وأعضاء الطاقم يجثفون وأنت تساعدهم يبحر قاربك بعيداً عن السفينة وهي تغرق أمام عينيك تنظر إلى ساعتك إنها الثانية وخمس عشرة دقيقة صباحاً وفجأة تنهار التايتانيك بالكامل ويسقط أنفها في الماء وتأتي موجة عنيفة تلقي بقاربك بعيداً يتمسك الجميع جيداً وتتمكن من الحفاظ على توازن بينما تشاهد الباخرة العظيمة التهوي في أعماق البحار وفي مكان ما من بعيد تترى لك سفينة أخرى قادمة في اتجاهك لقد نجع تبقى داخل حجرتك وتغطي نفسك بأغطية السرير لم يحدث أي شيء لبرهة من الزمن ولكن ما يلبث أن يطرق بابك شخص ما تثب من فراشك وتفتح الباب ترى عضواً من طاقم السفينة يقول إن التايتانيك قد استضمت للتو بجبل جليدي وهي تغرق الآن لذا يرجى من جميع المسافرين الصعود إلى سطح السفينة وانتظار تعليمات إضافية ما هي خطوتك التالية؟ تثب من الفراش وتحاول فتح الباب لاستطلاع الأمر أوه يا للمصيبة يبدو أنه مقفل ماذا ينبغي أن تفعل؟ دعني أساعدك هنا أمسك سأعطيك شيئاً يساعدك لقد فتحت الآن جيد هناك أشخاص يركضون باتجاه مكان ما وجميعهم من طاقم السفينة تمسك بأحدهم منكم قميصه وتسأله عما يحدث ولكنه يكتفي بهزي كتفيه ويطلب منك المكوث في حجرتك لحين إشعار آخر ولكن الأمر يرجع إليك لتقرر تتلهف الاستكشاف ما يحدث لذا تنتظر حتى يرحل الجميع ومن ثم تتبعهم إلى سطح السفينة تنحني فوق الدربزين وتنظر إلى الخارج وما تراه مروع فعلاً هناك شرخ عميق في جسم السفينة وخلف التايتانيك جبل جليدي هائل تركض عائداً إلى الداخل وتتعثر بطاقم السفينة الذين يطلبون منك العودة إلى السطح هل تصغي إليهم؟ أم ستذهب لإنقاذ بقية المسافرين؟ أنت شخص صالح تساعد الطاقم في وضع النساء والأطفال في قوارب النجاة وتهدئ بقية المسافرين ومن ثم تسمع صوت استضام آخر بالسفينة لا داعي للدعر إليك شيئاً يساعدك في الحفاظ على تركيزك ها أنت ذا تحافظ على هدوء عصابك وتساعد في منع انتشار الدعر بين الآخرين عندما قفز آخر طفل في قارب النجاة الأخير ترى أنه لا يزال يوجد مكان لشخص واحد ماذا ستفعل في هذه الحالة؟ بعد التأكد من سلامة قارب النجاة تهرع إلى الجانب الآخر من التايتانيك تختار المسار الأقصر عبر الجزء الداخلي منه بالقرب من الجزء الخلفك للسفينة ولكن تسمع استضاماً آخر يزعزع السفينة تتهاوى الأرضية تحت قدمك وتحاول التمسك بأي شيء ها هنا شيء لمساعدتك في الحفاظ على توازنك جيد تمكنت من التثبت بالجدار تسمع صراخاً من الخارج وصوت تدفق مياه وترى تيارات مائية تتدفق إلى الداخل حيث توجد أنت ولكن لحسن الحظ ليس هناك الكثير منه تصل أخيراً إلى الجانب الآخر من السفينة وتنظر إلى ساعتك إنها الثانية وخمس عشرة دقيقة صباحاً تكتشف أن أنفى السفينة قد انفصل عنها بالكامل وتم إنزال قارب النجاة الأخير تركض بأسرع ما يمكن ولكن لا تصل إليه في الوقت المناسب للقفز بداخله لم يتبقى لك خيار آخر تقفز في الماء الجريدي الجو بارد للغاية فيتثلج الهواء في رئتيك على الفور ولكن شخص ما رفعك من إبطيك وأوصلك إلى بر الأمان والآن أصبحت بداخل قارب النجاة يغطيك بقية المسافرين بما لديهم لتدفئتك تغرق التايتانيك ببطل وتسمع صوت بوق قوي في مكان ما من بعيد وسرعان ما تكتشف أنها سفينة الإنقاذ لقد نجعت إن تعلمت شيئا جديدا اليوم مثل تجنب الجبال الجليدية أو الشمال الأطلسي فاضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء وإليك المزيد من المقاطع الرائعة والممتعة للمشاهدة اضغط على اليمين أو اليسار لتبقى على الجانب المشرق من الحياة ترجمة نانسي قنقر